اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي بتخضع لرقابة الحكومة من خلال مندوب الحكومة اللي بيكون موجودة عندي داخل البورسة ومن حقه يعترض على اي كارات او اي تعديلات يتم حقه يطلع عليها بعد كده خدنا وقلنا موضوع مهم وقلنا تقاص البورسة بتلت مقاييس لو تفتكروا قلنا مقياس السرعة ومقياس الدقة ومقياس الفاعلية بعد كده اتكلمنا قلنا ايه هي انواع البورسات اللي موجودة عندي لو تفتكروا قلنا البورسة الامريكية وقلنا تحتل المكانة الاولى من حيث التقدم في سوق المال قلنا في عندنا البورسة الاوروبية وتكلمنا على بورسة لندن والبورسة الفرنسية والالمانية وخدنا الأسيوية وقلنا للبورصة الأسيوية لتحتل بورصة توكي وهون كونج المكانة الأولى بس على مستوى القارة الأسيوية بعد كده خدنا البورصة المصرية وقلنا فيها نوعين فيه واحدة موجودة في اسكندرية وبورصة موجودة في القاهرة وبعد كده خدنا التطور التاريخي للبورصة لو تفتكروا كده قلنا تعود كلمة البورصة للقرن الكام تمام قلنا تعود كلمة البورصة إلى القرن الخامس عشر الميلادي وبعد كده خدنا بعض مصطلحة تعرض التماريخ قلنا في عام 1900 لو تنذكر مع بعض صدر عندي أول تشريع ينظم أعمال البورسة وقلنا معنا كلمة تشريع معناها أول قانون بينظم الأعمال بعدها في 3 سنين لو تفتكر قلت 1903 تم اختيار مبنى يكون مقار داية من البورسة بعدها في 1910 تم وضع أول لايحة في القاهرة و1913 تم وضع أول لايحة في الإسكندرية واخدنا إيه هي أهمية البورسة على المستوى العام وأهميتها على المستوى القومي وبعد كده اتكلمنا على طرق التداول وأسليب التداول النهاردة نتكلم مع بعض في موضوع مهم قوي قوي عايزين نفهم مع بعض وهي التنظيم المالي للبورسة وإيه هي أنواع الصفقات لو بصنا كده مع بعض عنها إيه قبل ما نتكلم ونخش في موضوعنا نفهم مع بعض أنا كمستثمر بستثمر أموالي في البورسة عايزة أعرف الصفقات بتتم إزاي؟ الصفقات اللي هي عملية البيع وعملية الشرع عملية البيع وعملية الشرع عشان تتم عندي في سوق المال ما بتتمش كلا عشوائي ما بتتمش مني من نفسي يلا عايزة الشرع أو أشتر أو أعايزة بيع أو أبيع قلت بتتم من خلال وسيط والوسيط ده اللي بنسميه سمصار اللي هي شركات السمصارة اللي أنا اتفقنا أو قلت لكم الحلقة اللي فاتت إن أنا ما حب أتعامل في سوق المال بتعامل إزاي اللي أنا بروح أتكود في شركة سمصارة باخد كود معين وبعمل عقد معاهم وببدأ اتعامل من خلال سمصار ليا بيكون مدير حساب ليا هو المسؤول عن تعاملات البيع والشراء طبعا دلوقتي عايز الشراء أسهم وأبيع أسهم عجبني ساهم عايز الشراء ألف ساهم من الأسهم دي أو 100 ساهم أو 200 ساهم أيا كان العدد بعمل ايه قلت اللي بعمله بقى فيه صفقات نوعين إما بيكون فيه بعمل أمر شراء أو أمر بيع طب يعني ايه مصر أمر شراء أو أمر البيع قلت أمر الشراء لانا اتخيل كده مع بعضنا ان ده موجود عندي ده أمر الشراء موجود بالشكل ده بيجي الوسيط اللي هو السمصار عندي بقول له والله انا عايز الشراء 100 ساهم فبيديني الأمر ده فالأمر ده بيبتكتب فيه اسم الشخص الشراء الأسهم عدد الأسهم ايه اللي انا عشرها نوع الورقة اللي انا عشرها ايه نوع الساهم ايه الكمية اللي انا عشر بيها كل حاجة بتكتب واجه تحت توقع يبقى أنا كده متدي له أمره بالشكل ده بتكون مطبوعة للبيانات وأنا بملاها عدد الأسهم اسم العميل الكمية السعر التاريخ وأوقع من تحت يبقى اللي أصبح كده السمسار أنا مكلفه أنه هو ما جيش بعد كده أقول له لأ أنا ما أتلاكش حاجة لأ معاه أمره ماضي عليه أنا كشخص ببدأ أقول له الشر الميت ساهم ونفس الكلام أمر البيع ببدأ أعمله بنفس الشكل وبنلاحظ كده طبعا بعد الشركات بتعمل أمر الشر بلون وأمر البيع بلون تاني بحيث تميز بن دودة يبقى أنا كده وقعت على أمر الشرى وعلى أمر بيع بالكمية اللي أنا عايزها وبالصنف النوع اللي أنا عايزها وبالسعر اللي أنا عايزه والوقت محدد فيها الأمر ده إذا كان لمدة يوم أو أسبوع أو شهر ونستردها دلوقتي ونشوفها مع بعض فلأ قلنا كده أنواع السفقات المالية كم نوع يبقى ببساطة كده من نوع السفقات قلنا إما أمر الشرى أو أمر بيع نشيبص عليها كده بيقول لي أنواع السفقات المالية عليه أول نوع من أنواع السفقات المالية أوامر الشرى اثنين أوامر البيع يبقى أنا عندي أمرينهم أمر إيه وإيه أمر الشرى وأمر البيع بس أمر البيع ده ينقسم لنوعين في أوامر بيع مملوكة للمستثمر وأوامر بيع غير مملوكة للمستثمر يبقى أنا أمر الشرى هو نوع واحد أمر الشرى أما البيع في نوعين أوامر مملوكة للمستثمر وغير مملوكة للمستثمر طب انت قلت لنا يا ميستر امر الشرع عن ايه امر الشرع ده قال لي امر الشرع بصدره في حالة توقع المستثمر لارتفاع الاسعار السهم يعني لقد لقى تعرف ان فيه سهم معين السهم ده جاي لي معلومات عنه اولا متوقع انه سياره هي ارتفع فبخش الشرعي يبقى الشرع بيتم في حالة توقع المستثمر لارتفاع الاسعار الناس تقول لي ده احنا عارفين ان الشرع بيتم على الاسعار الخفض لا في سوق المال وفي شرع الاسهم بشر السهم لما تتوقع أو عندي معلومة معينة إن السهم ده سعره عيرتفع أو سعره طالع واخد اتجاه تصعود الفوق يبقى أنا كده في الحالة دي بعمل أمر شراء لشراء الأسهم يبقى أنا حفظها تاني إن أمر الشراء بيتم في حال التوقع المستثمر لارتفاع الأسعار أما أوامر البيع قلنا أوامر البيع فيها نوعين أوامر بيع للأوراق المالية المملوكة للمستثمر وفي أوامر بيع غير مملوكة للمستثمر طب الأوامر بيع المملوكة للمستثمر دي إيه وتصدر في حالة توقع المستثمر لانخفاض الساعة يعني دلوقتي الساعة الساعة بتاعي جايبه بمئة جنيه وفي معلومة أو أنا شايف أن السوق فيه اتجاه هبوط في الحالة دي بعمل إيه بحاول أبيع الساهم أما بيعه النهار ده بتسعة أحسن ما عد عليه كمان يوم وبيعه بخمسة يبقى أنا كده أمر البيع أو أوراق المالية المملوكة ليا ببيعها أو بظل لها أمر بيع في حالة توقع المستثمر لانخفاض الأسعار إنما يا مصر إيه معنى كلمة أوامر البيع الغير مملوكة للمستثمر اللي أحنا بنسميها مع بعض كده البيع على المكشوف وهو البيع على المكشوف ونفهم يعني إيه البيع على المكشوف دلوقتي يبقى أوامر البيع الغير مملوكة ويعود البيع للأوراق المالية الغير مملوكة وهو البيع على المكشوف إزي manufacturers باجي دلوقتي الورقة دي مش معايا. السهم معين السهم ده مش بتاعي. ومش معايا. فالسوق فيه اتجاه هبوط. فانا بعمل ايه? بروح بايع كمية اسهم مش بتاعتي. بس بشرط اللي انا باجي اشتريها بعد كده. يبقى انا ببيع الف ساهم الفين ساهم من نوع ساهم معين. يبقى اسمه البيع على المكشوف. ببيع اسهم. ان اسهم دي ما امتتلكهاش. وباجي بعد كده بعمل ايه? بروح مشتريها بعد كده. لما السعر ينخفض. يعني انا بعتها مثلا بعشرة ما مش بتاعتي بعتها. يبقى انا اصبح ليه كمية بعت كان بعت الف. يبقى استنى لما السوق يهبط تاني اللي بعتها اما عشرة اخدها بتسعة. يبقى انا كده استفدت بفار السعر. وابدأ بيعها تاني لما السوق يعلم. يبقى الاوامر عندي او انواع استفقات نوعين. اما فيه امر شراء او امر بيع. انا كمستثمر في سوق المال. تعاملي مع الوسيط او مع السمسار. بكتب له امر شراء او امر بيع. امر الشراء بعمله امتى? ده في حالة توقع المستثمر لارتفاع السعر. اما امر البيع اقول له افرق بين امر بيع اراء مالية مملوكة للمستثمر حاجة بتاعتي وملكي. في الحالة دي ببيعها في حالة توقع لانخفاض الاسعار. او امر بيع غير مملوكة وهي البيع المكشوف. اللي انا ببيع الاسهم دي. وبعد كده ببدأ اشريها تاني. يبقى دي اللي هي هي. اوامر البيع الغير مملوكة. ويعد البيع الاوراق المالية غير مملوكة وهو البيع على المكشوف. وهو نوع خاص من البيع. الذي يوجده العديد من المخاطر. حاجز يضمن بيع للورقة مالية معينة غير مملوكة اصلا للبيع. يبقى انا ببيع ورقة اصلا مش مملوكة ليا. ببيعها لكن في حاجة اللي انا بشريها بعد كده. طيب. يبقى احنا كده خلصنا من او قلنا انواع السفقات المالية. اللي هي امر الشراء وامر البيع. طب. الامر ده ما هي حجم الاوامر والصفقات. نخلي بالنا ان حجم الاوامر عندي نخدها دلوقتي بمثال بسيط. ان حجم الاوامر فيه حاجتين. فيه حجم اوامر على واحد التعامل. وحجم اوامر على اجزاء واحد التعامل. يبقى فيه حجم اوامر على واحد التعامل ككل. وعلى اجزاء واحد التعامل. مش فاهمين حاجة. حجم التعامل على واحد التعامل اللي هو بسميه حجم التعامل الإجمالي. يعني جملة. اما على اجزاء واحد التعامل اللي هو القطاعي. ازاي؟ يعني مządة الشرق ألف سهم. او الشرق خلينا عدد بسيط. الشرق 100 سهم. يبقى المية سهم اللي بشرائهم دول دي يبقى كل 100 سهم بتخشى عنده حجم معين او قطاع معين. طب الشريط 100 واحد سهم. الشريط 101 سهم بالمية دول بيخشوا قطاع الجملة والواحد يخش قطاع القطاعي. طب الشر الأ13 سهم. المية دول يخشوا قطاع معين الهي على اساس واحد التعامل. اما الثلاثتاشر دول يخشوا على أجزاء والتعامل بأداء قطاعي يبقى كل كمية تاجر جملة فتاجر الجملة ده عامل مقسم كل كمية كل مية بيخليهم جزء معين بند معين طب القطاعي بيبيع الواحدة بالاتنين بالتلاتة باللي هو أقل من مية فلو بصنا كده الأوامر على أساس وحدة التعامل أو مضاعفاتها ويطلق عليها حجم الجملة أو الرقم الدائري دي قلنا يتم التعامل ببورسة الأراء المالية على أساس عدد الوحدات التعامل وتشمل في العادة مية ورق أمالية وفي الحالات التي يرتفع فيها القيمة السوقية تشمل واحدة تعامل عشر أراء يعني لو عندي سهم قيمته عالية قيمته 500-600 يقولك السهم قيمته 1000 جنيه سهم قيمته 800 جنيه ده ما يشملش الكمية 100 بيشمل الكمية 10 أما الأوامر على أساس أجزاء وحدة التعامل اللي هو بسميها القطاعي ده إذا كان حجم الأمر يقل عن وحدة التعامل ويعد قطاع أوامر ويعد قطاع أوامر لشراء العدد سهم معين ويعد قطاع أوامر سهم معين اللي هو واحد أو عشرة أو على حسب إيه اللي بقى إحنا كده قلنا مع بعض اللي قلنا مع بعض كده اللي هي في عندي أجزاء معينة لأمر الشراء وأمر البيع طبعا إحنا دلاتي مع بعض بنتكلم في مادة سوق أراء المالية اللي هي للصف التالت السنوي مادة سوق أراء مالية طبعا مادة سهلة عندنا من ضمن المواد اللي موجودة عندي في الحلقة وبنتكلم فيها على البورصات طيب ما هي طرق تحديد السعر ما هي طرق تحديد السعر قلنا طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء إزاي أنا بحد الأمر بتاعي قلت طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء أول حاجة بزر الأمر على أساس أحسن سعر وعلى أساس تحديد السعر بنفسه يبقى الأوامر فانعين إما أوامر السوق أو الأمر المحدد السعر يبقى الأوامر نعين إما أمر السوق أو الأمر المحدد يبقى طرق تحديد السعر الأوامر البعاء والشراء بزرها لأساس نعين إما الأمر المحدد أو على حسب أمر السوق يعني يا مصر الكلام ده قبل ما نبص عليها ونشوفها أنا دلوقتي اتفاعل مع بعض بعمل أمر الشراء أو أمر بيع بعمله بنوعا على ايه قلت على حاجتين اما امر محدد او امر السوق يعني ايه امر السوق انا بقول لك دلوقتي لو سماحت للسمصار هاكلي السهم ده بسعر السوق فسعر السوق يقول لي السهم يكون ت Bed 10 قل له هتهولي ب 10 يمكنني انا جبت كده السهم يشرته بسعر السوق اللي هو القيمة اللي تم عليها التعامل في الشاشة اللحظية يبقى ده كده جبت السار على اساس امر السوق طيب الأمر المحدد لا بقوله لو سماحت هو السهم يشغال عندك بكام؟ هيقول السهم يشغال بعشرة جنيه طب معلش كده أنا أعمل لك أمر تشري ليه لو نزل تسعة جنيه أو تسعة ونص أو تسعة تمانين يبقى أنا في الحالة دي بحدد السعر أنا وبستنى لما السعر ينزل أو في العكس البيع لما السعر يعلن يبقى أنا كده الأوامر فيها نوعين إما بحدد أمر محدد أو على أساس أمر السوق لو بصينا كده مع بعض هنلاقي أوامر السوق ويتم التنفيذ بأقصى سرعة طبيعي أنا بقول للشخص السمسار لو سمحت لفز دلوقتي فبيجيبها لي بأقصى سرعة ممكنة على أساس أفضل سعر يمكن الحصول عليه في حالة الشراء يكون أفضل سعر هو أقل سعر وأنا بشير الحاجة أحب بشريها بأقل سعر موجود على الشاشة يعني أنا شايف قدامي دلوقتي السعر موجود بيأخذ أقل سعر بيأخذ به وحالة البيع يكون أعلى سعر هو الأفضل طب الأوامر محدد السعر يقوم المستثمر بتحديد السعر الذي يرى بأن يتم تتم الصفقة على أساسه يبقى تحديد السعر بتحدث تحديد السعر لأمر البيع وأمر الشراء بتحدث بحاجتين إما على أساس أمر السوق أو على أساس الأمر المحدد القيمة يبقى كده في كل دعم نتكلم على أمر الشراء وأمر البيع وإزاي بحدث أمر الشراء وأمر البيع السعر بتاعها بعد كده النطاق الزمني النطاق الزمني لأمر الشراء الآن اتفقت مع بعض عملت الأمر اللي موجود عندي ده الأمر اللي أنا عملته ده لما بكتب اسمي وبياناتي وبكتب نوع الساهم واجه حدد التاريخ بتاعي وبكتب الأمر ده هل بعمله لمدة يوم هل بعمله لمدة أسبوع قلت الأمر النطاق الزمن لي بيكون فيه أمر محدد لمدة يوم يعني إيه لمدة يوم يعني لو قلنا مثلا على سبيل ميسان نهار ده يوم الحد فيوم اللي حد ده بنعمل إيه أنا قلت للإستمسال لو سمحت أنا عايزة الشر يميد ساهم بسعر 10 جنيه وحددت له سعر 10 جنيه فبسيب له الأمر لغاية اليوم ده لغاية نهاية الجلسة فما الجلسة تنتهي بسأل السمسار هل جاب لي الساهم جابهولي تمام ما جابهوش يبكيه الأمر بتاعك لها طب ما أنا مش فاضي كل يوم أعمل أمر فممكن أعمله لمدة أسبوع اللي أنا بحد الأمر لمدة أسبوع باجي كده بكتب الأمر لمدة أسبوع من تاريخ كذا لتاريخ كذا بحيث في خلال الأسبوع لو جاب السعر اللي هو محددنا بينفز العملية طب ما فيه أمر لمدة شهر نفس الموضوع بتاع الأسبوع بينطبق على الشهر فيه أمر مفتوح وإن أمر المفتوح اللي أنا بكتب عندي السعر بتاعي وأقول له الأمر ده خليه مفتوح المدة أو لما يجيب السعر ده نفزه لي يبقى النطاق الزمني فيه أمر لمدة يوم فيه أمر لمدة أسبوع أو لمدة شهر فيه الأمر بيكون مفتوح المدة لو بصينا كده على النطاق الزمني لتنفيذ أوامر البيع والشراء فيه الأوامر لمدة يوم والأمر لمدة يوم هو بيكون ساري المفعول حتى انتهاء اليوم قلت حتى انتهاء جلسة اليوم الأمر بيكون ساري المفعول أو التنفيذ يعني ممكن في نص اليوم أنفزه أو إقافه بوسط العميل يعني ممكن لاجي في نص الجلسة أو في نص اليوم أقول له لو سمحت إلغي الأمر اللي أنا عامله ده يبقى الأمر لمدة يوم بيكون ساري المفعول لو أنا ما طلبتش ألغي أو تنفذ بيكون سيارة حتى انتهاء اليوم طب فيه أمر لمدة إسبوع أو لمدة شهر الأمر لمدة إسبوع لمدة شهر بيظل سيار المفعول حتى إغلاق التعامل بالبورصة في نهاية الإسبوع يعني قلت البورصة بتشتغل من حد للخميس فالأمر بيفضل لغاية من يوم الحد اللي عملته لغاية يوم الخميس انتهى خلاص يبقى الأمر كده بتاع انتهى أو آخر يوم في الشهر يعني لو قلنا النهار ده 31 يو أنا عامل أمر من أول الشهر يبقى كده كده الأمر انتهى النهار ده في نهاية الجلسة طب الأمر المفتوح الأمر المفتوحة المدة تظل ساري حتى يتم تنفيذه أو إلغائه يعني الأمر المفتوح ده بيفضل شغال معايا على طول أو آجي في أي وقت أنا ألغي يبقى كده الأمر انتهى طب إيه مخاطر الأمر المفتوحة ده الأمر المفتوحة جماعة ليه مخاطر من مخاطر الأمر المفتوحة المدة أن تواجه الأوامر المفتوحة لعدد من المخاطر المخاطر ومنها تغيير الظروف قد تؤدي بعض المعلومات إلى زيادة سعر السهم أو انخفاض السهم يعني إيه؟ يعني دلوقتي عملت أمر مفتوح وقلت له سمحت هات للسهم ده بعشر جنيه أو بيع للسهم ده بعشر جنيه وأنا على أمل بقى أن السهم يتباع بعشر جنيه فجأة حصلت أي تقلبات فلقيت عندي الأسهم تمانها عالي أبعشرة بعشرين يبقى أنا كده خسرت ممكن العكس أقول له الشر السهم ده ليه أبعشرة ففجأة حصل أي اضطرابات فالسهم بدأت ما واخدونا أبعشرة ليوته بسبعة بعدها بيومين يبقى أنا ده مخاطر الأمر المفتوح اللي أنا ببقى فيه بعض المخاطر عشان ما عنديش درائع كاملة أو المعلومات اللي بتطرق على السوق من ارتفاع في السوق أو انخفاض في السوق يبقى احنا كده كل مجموعة الأوامر بتاعت اللي أنا تكلمت فيها اللي هو أمر الشراء وأمر البيع اللي أنا بعمله قلنا أمر الشراء بصدره في حالة توقع ارتفاع الأسعار البيع فيه أمر بيع مملوك أو غير مملوكة طبعا بتكون للمستثمر أوامر البيع المملوكة دي بتكون أوامر بيع بصدرها في حالة توقع لانخفاض الأسعار غير مملوكة ما بتكونش ليه السهم ده مملوك ليه أصلا إنما أنا ببيعه اسمه البيع على المكشوف بعد كده أخذنا طرق تحديد السعر قلنا إما بحدده على أساس أمر السوق أو أمر محدد بشوف سعر السوق كام وأبدأ أطلب إنه هو ينفذ للسعر أو الأمر المحدد اللي أنا بحدد فيها القيمة مقدما وقوله لو صباح تهاتل السهم ده بالمبلغ ده بعد كده النطاق الزمني الأمر عندي بيكون لمدة يوم فيه أمر لمدة يوم أو فيه أمر لمدة أسبوع اللي هو حتى انتهاء جلسة الأسبوع أو لمدة شهر حتى نهاية الشهر أو الأمر المفتوح وقولنا فيه مخاطر بتعرض لها في الأمر المفتوح اللي هي تصريب بعض المعلومات اللي تؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم بعد كده بنتكلم على سؤال تاني مين هي الأطراف الفعالة في البورصة أنا ما أقول في مكان معين كده فيه أطراف فعالة فيه فالبورصة عندي فيها ثلاث أطراف فعالة مين هم دون؟ علي عندي الأطراف الفعالة في البورصة أول حاجة المستثمرون ما ينفعش البورصة تقوم بدون مستثمر إذا كان المستثمر ده مستثمر صغير أو مستثمر كبير يبقى لازم عندي أول حاجة المستثمرون تاني طرف فعال عندي اللي هم المقردون يبقى المقردون والمقتردون وبعد كده الوسطاء فلو بصيت عليها كده السؤال بيجي لي ازاي؟ يقول لي تتكون الأسواء المالية من ثلاثة فعالين رأسيين وضح ذلك يمكن يقول لي تتكون الأسواء المالية من ثلاثة فعالين رأسيين وضح ذلك أو يقول لي السؤال ما هي الأطراف الفعالة بالبورصة؟ أقول له أول واحد المقردون اللي هم المستثمرون بعد كده المقتردون اللي هم مصدر الأوراق المالية بعد كده الوسطاء الماليون يبقى الأطراف الفعالة في البورصة كانت تلاتة المقردون والمقتردون والوسطاء المقردون اللي هو المستثمرين المقتردون اللي هم مصدر الأوراق المالية الوسطاء الماليين اللي هو عليها قلت الوسيط اللي هي شركات السمسرة نبدأ ناخد كل واحدة من دي بالتفصيل يعني ايه المستسمعون والمستثمر ده بيكون ايه ومين هما مصدر الأوراق المالية ومين هما الوسطاء نبص على الاول واحدة المقرودون او المستسمعون مين هما المقرودون او المستسمعون قلنا وهذه الفئة هي مصدر الاموال المستثمرة في السوق المالي طبعا ما ينفعش يقوم سوق المال بدون مستسمعون ما ينفعش وتشمل الافراد والمؤسسات ما ينفعش انا اقول في مدرسة عندي بدون طلبة يبال لازم المدرسة تكون فيها طلبة فلازم يكون سوق المال في مستسمعون ومصدر الاموال بتاعة سوق المال هي جاية من المستسمع قال له وينقسم المتعملون في بورصات الاراق المالية اللي هما المستسمعون بينقسموا الى اربع اقسام يعني الجماعة المستسمعون دون اللي في سوق المال فيهم اربع انواع في المدربون المحترفون وفي المتأمرون اللي هما المتلعبون بالاسعار وفي المدربون الهواء وفي المستسمعون ايه بقى القصة دي يا مصر داخلتنا كده في موضوع كبير لا مش كبير ولا حاجة نمسكها واحدة واحدة احنا قلنا اول حاجة المقرودون او المستسمعون المستسمعون دول اللي هما الفئة الاساسية لمصدر الاموال في سوق المال وبينقسموا الى اربع انواع نقولها كده مع بعض ونشوف كل نوع بالتفصيل قلنا اول حاجة المدربون المحترفون وبعد كده المتلعبون بالاسعار اللي هما المتأمرون وبعد كده المدربون الهواء وبعد كده المستسمعون العادي ايه بقى القصة المدربون المحترفون والهواء والمتلعبون والموضوع ده ما فيهاش موضوع لحاجة بكل بساطة لو قلنا المدربون المحترفون اكيد في كل مجال بيبقى في عندي ناس خبرة وناس عندها كفاءة عالية في المجال ده وناس توقعتها حلوة في المجال ده فانا من ضمن سوق المال في مجموعة عندي المجموعة دي عندها تنبؤ دقيق باتجاهات السوق قاعد عارفة السوق رايح فين وجاي منين امتى يبيع وامتى يشتري اقول اه ده الراجل ده راجل محترف في السوق راجل عنده معلومات كويسة في السوق راجل ازاي بيعرف يبيع او ازاي بيعرف يشتري يبقى ده المدارب المحترف يبقى انا كده بكل بساطة المدارب المحترف اللي هو الشخص اللي عنده دراية بالسوق عنده تنبؤ دقيق باتجاهات السوق يعرف امتى يبيع وامتى يشتري طب التانيين ميستر اللي هم المتلعبون او المتأمرون المتلعبون بالاسعار دول الجماعة اللي بيأثروا على اتجاهات السوق بارتفاع وانخفاض بيخش يعملوا عملية تلاعب بالسوق انا كواحد مستثمر عادي مستني ان السهم يعلي عشان اخش اشتري فيجي الجماعة المتلعبون بالاسعار دي يعملوا ايه يخش يعملوا عملية ارتفاع للسوق وهمي اسمه ارتفاع مصطنع يعمل ارتفاع في السوق فالناس العادية بقى اللي قاعد اللي هو الهاوي والمستثمر العادي شايف ان السوق فيه ارتفاع والاسهم فيه ارتفاع يخش يشتري هم جايين باقيين عليه ويبدأوا يحققوا مكسب ويحققوا ارباح من خلال التأثير على اتجاهات السوق بيتلعبوا بالسوق وهنا شوفنا طبعا الكلام ده كتير واسمعنا عنه ان فيه جماعة بتخش يتلعبوا في الاسهم ويتلعبوا في الاسواق لكن هي اترقاب المالية بتبدأ تظبط الكلام ده بعد كده الهوا المضارب الهاوي ده اللي هو راجل على قد وراجل غلبان بيشتغل مهنة معينة انا كده كمعلم ببدأ استثمر الى جانب عملي مبلغ معين في سوق المال بس ما عنديش جراية بتعملات السوق انا اه معايا مبلغ معين طبعا المبلغ ده استثمره فين قلت خلاص استثمره لا انا جيب شوية اسهم واشتري اسهم وحطها وابدأ اشتغل بيها يبقى انا اصبح هاوي بخش باندفاع كده والشروة وبيع وخلاص يبقى ده اسمه المضارب الهاوي وبيكون ده بيكون له اثر سيء على السوق ليه مش فاهم فيه طبيعة السوق مش فاهم ابعاد عملية البيع والشروة فبيخش الشروة وبيع كده وخلاص يبقى انا كده فهمت مين هو المحترف اللي هو عنده تنبؤ دقيق بتجاه السوق فهمت مين هم المتلعبون بالسوق اللي هم بيقصوا على تجاهات السوق بالصعود او النزول فهمت مين هو الهاوي والمضارب الهاوي اللي هو بيستثمر ماله ده من اموال الى جلب عمله الاصلي واحد شغال مهنة معينة فيقول المبلغ اللي معايا ده بدلا ما احطه في بنك لا استثمره في سوق المال فنبص عليها كده واحدة واحدة ونشوفها قل له مع بعض واحد المضاربون المحترفون اللي يستهدفون من عملياتهم الانتفاع من فروق الاسعار في تحقيق اكبر عائد ممكن ويعتمد المضارب المحترف في تخطيطه والعملياته على التنبؤ الدقيق بالتجاهات السوق يبقى المضارب المحترف ده بيعتمد على التنبؤ الدقيق بالتجاهات السوق وبيحقق في روق اسعار من خلال عملياته اللي بتتم البيع والشراء والمضارب المحترف نوعين المضاربون بالصعود والمضاربون بالنزول يبقى فيه مضارب بالصعود وذلك في حالة تنبؤ باتجاه السوق نحو الارتفاع إذ يقوم بالشراء الهامش وانتظاراً لارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح إيه بقى القصة دي يا مصر عايزين نفهمها أنا قلت المضارب المحترف عنده تنبؤ دقيق باتجاهة السوق ففي واحد فيهم من المحترفين دول اسمه مضارب بالصعود إيه مضارب بالصعود ده؟ المضارب ده عنده تنبؤ باتجاه السوق نحو الارتفاع عارف إن السوق مرتفع عارف إن السوق الإسبوع ده أو النهار ده هيبدأ فيه ارتفاع فبيعمل إيه الشخص ده؟ المضارب المحترف بالصعود عنده معلومة إن السوق طالع إن السوق السهم ده من عشرة يوصل عشرين فبيعمل إيه؟ فبيخش يشتري فبيشتري حاجة اسمها الشرب الهامش إيه الشرب الهامش ده؟ أنا دلوقتي معي مبلغ مثلا ألف جنيه فببدأ أقترض مبلغ معين من شركة السمسرة زيهم ألف جنيه تاني يبقى أنا أصبح كده بشرب ألفين جنيه يبقى أنا أشتريت بالهامش مش بفلوسي فأشتريت بمبلغ معين بيحيث في حالة ارتفاع السهم بروح بايع الأسهم وسدد المدينوين اللي عليا والبقية الربح بتاعه بخضنا يبقى ده الشرب الهامش اللي أنا ببدأ أشتري عشان متوقع وعارف إن السوق واخد اتجاه صاعد أما الناحية التانية المضارب بالنزول أكيد طبعا عكسه ده بيكون عنده تنبؤ بارتفاع السعر أما التانية عنده تنبؤ بانخفاض السعر نبص عليها المضارب بالنزول وذلك في حالة التنبؤ باتجاه السوق نحو الانخفاض إذ يقوم ببيع الأوراق لا يمتلكها اللي هو البيع المكشوف آه هو بص هنا جي عمل إيه فلوس مش بتاعته دخل الشرب الهامش لما السهم ما يحصل له ارتفاع طب هنا حصل إيه بيبيع بيع المكشوف اللي أنا بيبيع أوراق مش بتاعتي وببدأ اشتريها تاني عشان عارف إن السهم ما ينزل السهم النهار ده بعشرة هعرف اللي هو نزل لغاية تمانية فروح أنا بيع كمية أسهم ألف سهم ألفين سهم اسمه البيع المكشوف أوراق لا أمتلكها وذي بعد كم ينزل تمانية أخش أنا اشتريها وبقى أنا استفدت بفرق السعر بتاعي اتنين المتأمرون اللي هم المتلعبون بالأسعار قلنا المتلعبون بالأسعار وهم فئة تهدف لتحقيق الأرباح من خلال التأثير على اتجاهات السوق صعود أو هبوط يبقى الناس دي بقى بتعمل ايه؟ بالتلاعب في الأسعار بيعمل حاجة مصطنعة والتحكم في الأسعار السائدة والمتلعبون دول بيستخدموا أساليب بيستخدموها لإحداث أسعر سيئة على السوق وهناك ثلاث أساليب يستخدمها المتلعبون لإحداث أسعر إيه الأسعار دي؟ بيعمل اتجاه سعودي مصطنع في الأسعار هتبص انت كده عادوا قدام الشاشة وقعدوا قدام صالة في قاعد التداول تبص تلاقي الساهم ماشاء الله طلع من 10 15 11 12 وطلع طلع 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 تقول آه بس ده كله اتجاه سعودي مصطنع مين اللي عملوا؟ المتلعبون بالأسعار بعد كده بيبقى فيه اتجاه نزول مصطنع وبعد كده أو بيثبت السعر يعني إيه سبت السعر؟ يعني يقعد بقى يخلي السهم على 10 طول الجلسة وجلسة وجلسة هو نفس السعر ده فيخلي المستثمر العادي يزقم السهم ممكن يبيعهم يبقى أنا أصبح ايه؟ أصبح الشخص المتلعب بالأسعار بيأثر بأساليب إما بيعمل ارتفاع مصطنع أو النزول مصطنع أو تثبيت الأسعار يبقى هنخفمنا كده ايه المضارب المحترف؟ وايه المتلعبون بالأسعار؟ طب نشوف مع بعض المضارب الهاوي المضاربون الهواء قال للمضارب الهاوي هو ذلك الشخص الذي يستهدف استثمار مال دي بيعمل عملية استثمار مال دي من مدخرات إلى جانب عمله الأصلي أنا شغال مهنة معينة فالمهنة دي بستثمر أموال بتاعته ومدخرات بتاعته إلى جانب عملي وغالبا ما يكون غير متخصص في مجال المضاربة ما طبعا أنا مجال متخصص فيه أما في مضاربة في سوق الأموال أو في سوق المال في ناس محترفة وفي ناس لها المجال ده بتاعها أما المضارب الهاوي وله أثر سيء على السوق لعدم تفاهمه لأصول المضاربة ممكن يخش شايف المتلعب كده رفع السرح داخل مشتري شايف المتلعب الأسعار نزل السرح داخل بايع وهو مش فاهم إيه أصول التداول وأصول المضاربة إيه فبالتالي بيكون ليه أثر سيء على السوق لو فيه ألف واحد أو ألفين واحد عملوا الشخص ده وباعوا مرة واحدة بيؤدي ده لإنهيار السهم فده بتبقى مشكلة عندنا بعد كده قلت رابع حاجة اللي هم المستسمعون قلت المستثمرون هناك نوعين فيه مستثمر كبير ومستثمر مين صغير المستثمر الكبير وغالبا ما يحتفظ بحصة مناسبة من الأوراق بياخد كمية معينة من الأوراق بتاعته ويحتفظ بيها عشان أحكام السيطرة على الشركة وإدارتها يخش كده الشري في الشركة يجي مستثمر كبير يخش الشري كام مليون ساهم في شركة معينة بحيث عايز يعمل إيه عايز يحكم سيطرته على الشركة وإدارتها أما المستثمر الصغير اللي هي دي الأغالبية العظمة وتمثل الغالبية العظمة للمستثمرين ومدهرتها وهي التي تساهم بشكل أساسي في توفير التمويل اللازم للمنظمات الأعمال وهي العمادة الرئيسي لسوق المال يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض على أول نوع من الأطراف الفعالة لسوق المال وقلنا المقرودون أو المستثمرون وأسلنا المتعاملين في سوق المال لأربعة قلنا أول حاجة المضارب المحترف اللي هما المضاربون المحترفون اللي هما يعتمد على التنبؤ الضقيق بالتجاهات السوق قلنا اتنين المتلعبون بالأسعار اللي هما الجماعة اللي بيتلعبوا بقى بالسوق وبيحاول يعمل المتلعب ده بيأثر على اتجاهات السوق بالبيع والشراء يحيز يكسب هو ومالوش دعوة بأي حد تاني فبيبدأ يعمل عملية ارتفاع في الأسعار أو نزول السوق أو المضارب الهاوي اللي هو بيستثمر أمواله إلى جانب عمله وده بيكون له أثر سيء لعدم تفاهمه لأصول المضاربة بعد كده المستثمرون بيكون عندي فانوعين فيه مستثمر كبير ومستثمر صغير المستثمر الكبير بيأخذ حصة فيه أو بيستثمر أمواله بيأخذ حصة هدفه أنه يكون مشترك فيه إدارة المنشأة أو إدارة الشركة دي أما المستثمر الصغير وده بيمثلوا الأغلبية العظمى لسوق المال وأموالهم هي اللي بتشغل سوق المال فهي العمال الرئيسي لأسواء المال التاني حاجة من ضمن لو قلناها الأطراف فعالة المقتردون اللي هم مصدر الأوراق المالية من بقى مصدر الأوراق المالية اللي هي الشركات والمؤسسات اللي هو تتضمن هذه الفئة مجموعة من المؤسسات ومنظمات الأعمال الخاصة والحكومية والتي تتصدر بعض الأوراق المالية مثل السندات والأسهم العادية والممتازة أنا طبيعي أي شركة معينة أو أي مؤسسة أو أي منظمة إذا كانت خاصة أو حكومية الشركة دي بتعمل إيه؟ الشركة دي بتبدأ تعمل عملية طرح أسهم للكتاب العام فالشركة دي بتطرح أسهمها وتصدر أسهمها بالتالي بيجي المواطن العادي أو المستثمرين في سوق المال بيخشوا يكتدبوا في الأسهم ده يبقى دول اسمهم المقتردون أو مصدر الأوراق المالية بعد كده عندي الوسطاء الماليين تلت واحدة الوسطاء الماليين اللي هو الوسطاء الماليين تتعدد أشكال وأنواع الوسطة المالية ما بين مصرفية ورمصرفية يبقى الوسطة المالية بتعدد ما بين وسطة مصرفية أو غير مصرفية وبين ما تأخذ منها شكل الوسطة التعقدية أو الوسطة الستثمرية نحن في كل ده نتكلم عن الوسطة الستثمرية بس يبقى أنا عندي الوسطاء الماليين أفهمها اللي هي أشكالها متعددة ما بين مصرفية وغير مصرفية أو تأخذ شكل وسطة تعقدية أو وسطة استثمرية إيه الوسطة الستثمرية بقى لها نتكلم عنها قال للوسطة الستثمرية ليس لها الحق في إصدار أو بيع أصول مالية يبقى الوسطة الستثمرية ليس لها الحق في إصدار أو بيع أصول مالية للحصول على احتياجاتها من الأموال والوسطاء الماليين ثلاثة يبقى الوسطاء الماليين ثلاثة سمصرة الأراء المالية ده أول وصيط مالي لهم مين سمصرة الأراء المالية اتنين تجار الأراء المالية تلاتة بنوك للسسمار وتكلمنا على بنوك للسسمار قبل كده يبقى احنا كده قلنا الوسطاء الماليين ثلاثة نخلي بالنا الوسطاء الماليين ثلاثة لهم سمصرة الأراء المالية تجار الأراء المالية وبنوك للسسمار مين هم السمصرة قلنا السماسرة ده اللي هو السمسار اللي هو الوسيط اللي انا قلت عليه في اول حاجة خالص اللي انا ما ينفعش كشخص اخش استثمر في بورس الارع المالية من خلال نفسي لازم من خلال سمسار قانون سوق المال ادى الحق لشركات السمسارة اللي هي تقوم بالمهمة دي اللي هو بقى وسيط بني في عملية الشراء والبيع انا ببيع سهم في اقصاده سمسار في الشراء سهم العميل بتاعه اللي اتنين بيبدأوا بيعملوا عملية الصفقة وبيتم عملية البيع وعملية الشراء يبقى الوسيط ده او السمسار هو وسيط بين الباع والمشتري طب الوسيط ده بيعمل ايه بياخد عمولة اكيد شركات السمسارة بتاخد عمولة يبقى شركات السمسارة تعمل مقابل ايه مقابل عمولة لو بصينا كده على السمسار قلنا السمسار وسيط بين المشتريين والباعين للأوراق المالية مقابل ايه مقابل عمولة يبقى وسيط ده السمسار طب فيه عندي السمسار وفيه بيوت السمسارة ايه يا مستر الاختلاف ما بين السمسار وما بين بيوت السمسارة السمسار بتكون تعملاته بسيطة ما بين بيع ومشتار اما بيوت السمسارة بتكون خدماتها اعلى فلو بصينا كده من خدمات بيوت السمسارة بتعمل ايه خدمات بيوت السمسارة واحد بتوفر المعلومات المالية يبقى أول خدمة لبيوت السمسرة بتوفى لي معلومات المالية الحديثة عن الأوراق المالية اتنين بتقدم للنصح والمشروع للعملاء بتفتح حسابات جارية للعميل وتقدم تسهيلات ائتمانية ده كل دي مين بيقدمها بيوت السمسرة تلاتة القيام نيابة عن العملاء بأداء العديد من أنشطة يبقى أنا كده فهمت في الجزء ده اللي هي سمس الأوراق المالية أن فيه عند سمسار وفيه بيوت السمسرة قلنا السمسار هو وسيط بين البيع والمشتري مقابل عمولة أما خدمات بيوت السمسرة أو بيوت السمسرة بتقدم خدمات أعلى من السمسار ومن ضمن خدماتها اللي هي بتوفر معلومات بتقدم النصح والمشروع للعميل بتفتح حسابات وتقدم تسهيلات ائتمانية بتقوم بالنيابة عن العميل بأداء العديد من الأنشطة دي كده اللي هو أول نوع عندي من أنواع الوسطاء الماليين لو تفتقوا احنا قلنا أنواع الوسطاء الماليين كم حاجة تلاتة ايه هم أنواع الوسطاء الماليين قلنا السمسرة اللي هم سمسرة الأوراق المالية والسمسرة قلنا أقول حاجة السمسار والسمسار ده وسيط بين البيع والمشتري مقابل عمولة وقلنا فيه اختلاف بين السمسار وبين بيوت السمسرة بيوت السمسرة اللي بتقدم خدمات أعلى من السمسار اللي هي بتقدم معلومات بتقدم النصح بتبدأ بتقوم بعملية فتح حسابات وتقديم تسهيلات اقتمالية بتقوم بالنيابة عنه في اداء بعض الانشطة تاني حاجة قلناها من الوسطاء الماليين تجارة الاراء المالية وتجارة الاراء المالية لما نجي ناخدها عايزين نفرق بين حاجتين بين بنميز بين اذا كانت الانشطة تقليلية ولا انشطة مستحدثة يبقى تجارة الاراء المالية التجارة الاراء المالية في عندي انشطة تقليلية وانشطة مستحدثة نبص عليها كده تجار الأراء المالية اللي يمكن في هذا المجال التميز بين الأنشطة التقليدية والأنشطة التقليدية والتي تأخذ شكل التجارة المباشرة في الأراء المالية حيث يقوم التجار بشيرة وبيع الأراء المالية لحساب أنفسهم يبقى التجارة التقليدية أو الأنشطة التقليدية اسمها أنشطة تقليدية بتأخذ شكل التجارة المباشرة ممكن تجيلي مصالح علمي يقول لي تأخذ شكل التجارة المباشرة في الأوراية المالية طب التجار بيعملوا ايه بيقوموا بشراء وبيع الأوراية المالية لحساب أنفسهم دول التجار الأنشطة التقليدية نقول لي تجار الأنشطة التقليدية أما الأنشطة المستحدثة والتي تأخذ شكل لشركات متخصصة أصبح كده ما كانش في بقى النشطة التقليدي ده فيه أنشطة مستحدثة للأوراق المالية اللي بتأخذ شركات متخصصة منها شركات ترويج وضمان الاجتتاب يبقى اول شركة عندي متخصصة وشركة مستحدثة او نشاط مستحدث في سوق المال شركات ترويج وضمان الاجتتاب شركات رأس المال المخاطر شركات ترويج الحقوق المالية يعني ايها مستر شركات ترويج وضمان الاجتتاب اكيد طبعا انا دلوقتي من اي شركة الشركة دي بتطرح اسهمها لأول مرة وهنا يمكن تفتكروا الحص الحلقة اللي فاتت قلنا مع بعض حاجة قلنا لو تفتكروا كلا السوق الأولي والسوق السنوي فكلا ما قلنا الإطارة العام لسوق المال وقلنا فيه سوق اين سوق أولي وسوق سنوي وقلنا مع بعض ان السوق الأولي اللي هو سوق الإصدار اللي قلنا سوق لإيه الإصدار ان الشركات الجديدة اللي بتطرح أسهمها للكتاب العام بيطلع من لها عملية إصدار فلا الأسهم دي أنا دوقتي كشركة الشركة دي تراحت اسهمي للكتاب فانا مش عارف فانجح الكتاب بتاعي عايز الكتاب بتاعي ينجح والشركة بتاعي تنجح وكتابها ينجح فيه ولزل الاسهم بتاعتي في سوق المال فباجي اروح لشركة متخصصة الشركة دي هي بتقوم بعملية ترويج وبتضمن الاكتتاب ده وتبدأ تعمل عملية الاكتتاب في احد البنوك وببدأ انا تنجح لي موضوع الكتاب بتاعي الاسهم بتاعتي بتاع الشركة بتاعتي وبالتالي الطرح بتاعي بيتم والاكتاب بتاعي بينجح والآسهم بتاعي تنجح في سوق المال يبقى ديش ظهر ما شركات ترويج وضمان الاكتتاب بتتروج له الاكتتاب بتاع الشركة دي عشان الطرح بتاعها شركات ترويج وضمان الاكتتاب في الأرائق المالية شركات ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية واحدة واحدة معها قال لي واتركز نشاطها في ضمان تلقي الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنظمات الأخرى يبقى دي شركات تتلقى الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنظمات الأخرى وبالتالي بتقوم بعملية ترويج لها وتبدأ تنجح طرح الشركة دين اتنين شركات رأس المال المخاطر شركات رأس المال للمخاطر وتقوم بعدة أنشطة استثمارية رأس المال للمخاطر الشركات دي بتقوم بعدة أنشطة استثمارية بس الأنشطة دي تتسم باكتفاع درجة المخاطرة شركات ترويق الحقوق المالية اللي يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول إلى منشآت متخصصة تكون قابلة للتداول في سوق الأوراء المالية طبعا أكيد لو إحنا أعرنا دي مرة 2 و 3 و 10 نقول مش فاهمين نفهمها مع بعض شركات ترويق الحقوق المالية التي يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول إلى منشاقة متخصصة تكون قابلة للتداول في سوق الأوراء المالية نفهمها مع بعض يعني ايه ترويق الترويق هو معناه ايه اللي أنا دلوقتي قلت مع بعض دلوقتي فيه شركة الشركة دي لو يكون على سبيل المثال مدية ضمان عقارة بعض العملاء فليها كارد عندي سين وصاد وعين ولايه فلوس عندي ده وده 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 فبتعمل ليه الشركة دي أو بيعمل ليه البنك ده أو بيعمل ليه الشخص ده بيبيع الحاجات دي أو بيبيع القروض دي أنا لايه فلوس عندي شخص معين فبعمل ليه الكارد بتاعي اللي أنا مدهولك ببيعه ببيعها لشركات الشركات δي بتاخد كله وتخليها في شكل أراء مالية بتبدأ طرحها في سوق المال يبقى اسمها شركات ترويق على الحقوق المالية اللي أنا ببيع الأسهم بتاعها ببيع الكرودة العالية والتزامات الليلية أو جميع الليلية ببدأ أبيعها لشركات متخصصة الشركات دي بتاخدها وبتبدأ تطرحها لسوق المال بعد كده بنوك الاستثمار من ضمن ثالث حاجة من الوسطاء الماليين وانا الوسطاء الماليين اللي هم اول حاجة السمسعة اثنين التجار تلاتة بنوك الاستثمار ايه بنوك الاستثمار دي؟ لو تفتقوا هل تكلمنا على بنوك الاستثمار قبل كده وانا بنوك الاستثمار هي بنوك لا تقبل الودائع بنوك لا تقبل ايه؟ الودائع ولكن هدفها بتقدم النصح للعملاء وبنوك الاستثمار قلنا لها وظائف ومن أهم وظائف بنوك الاستثمار لو تفتكروا قلنا مع بعض هل البنك ده زي البنك التجاري قلنا لأ فيه اختلاف ما بين البنك التجاري وما بين بنك الاستثمار بنك الاستثمار بيعمل ايه قلنا لا يقبل الودايع إنما بيقدم النصيحة للعميل بنك الاستثمار بيتعامل في الأراء المالية بنك الاستثمار بيقوم بوظيفة بيوت السمسرة حسنا ما اخدين شوية خدمات بيوت السمسرة اللي بتقدم بعلومات فبنك الاستثمار من ضمن البنوك اللي بتقوم بخدمات بيوت السمسرة بنك الاستثمار بيقوم بوظيفة وكيل عن العميل بنك الاستثمار بيقوم بوظيفة وكيل المكتتبين لما قلت في شركة والشركة دي بتروج للاكتتاب فبنك الاستثمار هو بيكون وكيل عن المكتتبين انا عايز اكتف في سهم في عشر افمية فالبنك ده بيكون وكيل عني يبقى كده أصبح بنك الاستثمار ليه وظائف وأنها قبل كده في الفصل الأول فنشوفها مع بعض تاني بنوك الاستثمار لا تقبل الودائع بهدف إعادة إقراضها ولكن تعمل فقط في أسواء الأراء المالية وخاصة سوء الإصدار وظيفة بنك الاستثمار التعامل في الأراء المالية القيام بوظيفة بيوت السمسرة القيام بوظيفة وكيل المكتتبين القيام بوظيفة صانع السوق يبقى ده كده أصبح بنك الاستثمار ليه وظائف عندي ففهمنا بنك الاستثمار هو إيه ووظيفة بنك الاستثمار بعد كده أنتقل لموضوع تاني مكونات نظام التشغيل بالبورسة إيه هي مكونات نظام التشغيل بالبورسة إيه لو بصيت كده على مكونات نظام التشغيل علاقة في عندي أربع مكونات أول مكون عندي صالة التداول اتنين الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورسة تلاتة طرق التداول أربعة الهيئة المشرفة على إدارة البورسة يبقى نظام التشغيل بالبورسة عندي فيه كم مكون لو قلت كده نظام التشغيل بالبورسة عندنا فيه أربع مكونات أول مكون عندي من مكونات نظام التشغيل صالة التداول أما قلنا هنا مكونات التشغيل عندي إيه في الحلقة بتاعتنا أقول أول مكونات التشغيل عندي الاستوديو الكاميرات الأشخاص الموجودة المدرس البشرح اللابتوب بيقى دي بكلها مكونات تشغيل فلو جيت لسوق المال إيه مكونات التشغيل عندي قلت أول مكونات تشغيل صالة التداول صالة التداول هي قاعة التداول وهي قاعة مخصصة للتداول وبيتم التداول على الأعراء المالية باستخدام الحاسبات الآلية ما جيش بقى زي زي ما أنا قعد أقول بخمسة بعاشرة زي بورسة الأعراء القطن زي ما لا باستخدمها باستخدام الحاسبات الآلية يبقى ده أول مكون لتشغيل البورسة تاني مكون الوسطاء بس الوسطاء دول ما اقولش وسطاء واسكو تقول الوسطاء المرخص لهم التعامل من عند ممكن واحد يتعامل في سوق المال بدون الوخصة ما ينفعش لازم اي سمسارة اي شركة سمسارة يكون مرخص لها للتعامل في سوق المال من خلال الهيئة يبقى تاني اللي حاجة الوسطاء المرخص لهم بالتعامل ونخلي بالنا احنا قلناها قبل كده وبنقولها تاني إن الوسيط المرخص ليه بالتعامل لا يحق ليه التعامل في سوق الأراءة المالية بيع وشرع لحساب نفسه يعني ما ينفعش كاس مسرح جاي عامل أمر شرع أمر يبيع لنفسه ويبيع ويشرع لنفسه ممنوع ما ينفعش يبقى كده عندي حاجتين صالة التداول والوسطاء ثلاثة طرق التداول بيتم إزاي قلنا الحلقة الفاتت طرق التداول فيه طرقتين طريقة المفاوضة وطريقة المزايدة وتكلمنا قبل كده على طريقة المفاوضة والمزايدة رابع حاجة الهيئة المشرفة مش حاجة أنا عندي أعمل كل ده وأخلي كل واحد يشتغل بدماغه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه وكل شركة سمسرة تعمل لهاي عايزة في العمل ما ينفعش لازم تكون فيه هيئة مشرفة على الكلام ده كله يبقى اسمها الهيئة المشرفة على إدارة البورصة يبقى أنا عندي كده أصبح دول كلهم مع بعض الأربع حاجات كوناهم مع بعض اسمها مكونات نظام التشغيل أول مكون قلنا نبص عليها كده مع بعض صالة التداول وقلنا صالة التداول هي المكان المخصص للتداول ويطلق عليها قاعة التداول قاعة ممكن كلها منشوفها في النشرة الاقتصادية نلاقي كده قاعة بيتم فيها التداول باستخدام الحاسبات الإلكترونية اتنين الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورص لازم يكون وسيط بس مرخص له وهم السمسرة ماشي والذين يقومون بتنفيذ أوامر عملائهم اللي هي أمر البيع وأمر الشراء بص بقى اللي جاية دي ويحذر عليهم التعامل لحسابهم الخاص ممنوع يا عم السمسار انت تتعامل لحسابك الخاص ممنوع ساعدتك تبيع وتشتر لنفسك ده ممنوع في سوق المال ثلاثة طرق التداول طرق التداول قلنا في طرقتين المفاوضة والمزايدة وتكلمنا عليهم وديناهم الحصة للحلقة اللي فاتت أربعة الهيئة المشرفة على إدارة البورصة اللي هي هي هيئة الرقابة المالية دي الهيئة المشرفة على إدارة البورصة يبقى الأربعة دول اسمهم مكونات نظام التشغيل ببورص الأرقابة المالية عشان لو جالي أي حاجة منهم مصطلح أكون فاهم إيه قصتها طب تعالنا تعالى كلا مع بعض نشوف الهيئة المشرفة على إدارة البورصة ما نتكلم شو رائع الهيئة دي اللي بتشرف على البورصة حانا من الصفحة من نتكلم على البورصة وعلى السمسار وعلى المستثمر طب ما نشوف اللي بيشرفوا علينا قصتهم إيه وموضوهم إيه نبص مع بعض الهيئة المشرفة على إدارة البورصة قلنا الهيئة دي تقوم على تطبيق قوانين البورسة تمام بتطبق القوانين بتنظم الأمور متعلقة بصلة التداول وترق التداول يبقى الهيئة وظيفتها إيه زي أي هيئة إرقابية أو أي جهة مسؤولة بتطبق القوانين بتنظم الأمور المتعلقة بصلة التداول وترق التداول إزاي وتقوم الهيئة المشرفة على قدرة البورسة بالقادي بتقوم بايه بقى بص بقى اول حاجة الهيئة دي بتعمل ايه بترقب على السوق الاولي اللي هو سوق الاصدار اللي احنا قلنا عليه الحلقة اللي فاتت بالزام الشركات الجديدة باصدار نشرة الكتاب للجمهور يعني ماينفعش الشركة عندي الشركة دي عايزة تطرح اسهمها مع نفسها في الدرة كده فهيئة الرقابة المالية او هيئة المشرفة عليها بتلزم اي شركة بتزر او بتعمل اكتتاب باصدار نشرة الكتاب للجمهور اتنين الهيئة بتقوم بوضع مطلبات الافصاح ايه مطلبات الافصاح دي انا دلوقتي جيت عملت صفقة صفقة بيع او صفقة شراء لازم ببدأ اعمل لك عملية ايه افصاح تعال انت اقول لي ده ايه وده ايه وده ايه ببعاتل قيمة المركز المال بتاعك قول لي ايه اللي حصل بيين لي الصفقة دي تمت ليه ايه اللي حصل في السهم يبقى لازم عندها كل حاجة خاصة بالشركة الهيئة بتطلبها من الشركات اللي هو مطلبات الافصاح بترائب على السوق السنوي بترائب على السوق السنوي حيث تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة بعداد ونشر المعلومات عن ادائها والكلام ده بيكون كل تلات تشهر بتطبق القوانين يبقى ده كده احنا اخدنا الهيئة المشرفة وكده يبقى احنا اخدنا مكونات نظام التشغيل في سوق المال ونقف لغاية كده لغاية مكونات نظام التشغيل وان شاء الله بنكمل الحصة الجاية هلا تكونوا استفدتوا وان شاء الله بإذن الله مع بعض الحصة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة